تشهد محلات بعي الألبسات التقليدية بمختلف الأسواق المغربية انتعاشاً كبيراً ورواجاً تجارياً منحوضاً خلال شهر رمضان حيث يقبل المواطنون على اقتناء أصناف مختلفة من الزي التقليدي كترحيب بهذه المناسبة الدينية تصاميم جديد ومبتكرة تم يعددها بإتقال كبير وعرضها لتربية أدواق كفة الزبناء من رجال ونساء وصغار كان إقبال كبير بالنسبة للشباب أغلب الشباب يتقدموا شيء التقليدي لا بالنسبة للقندورة لا بالنسبة للجلابة لا البلغة وصيرتوا في الموسم الصيف محل رمضان يأتي في الصيف يكون إقبال كبير وعاو تأني لك الرمضان يأتي في اشتاودك شيء يكون إقبال نقشي شوية صيرتوا في رمضان عليه الإقبال حال جلابة، قندورة، لجبادور شوية كيتلبس للشباب لا ولا ولا كيتلبسوا بزاف لأن هذا شيء يطور شوية ما بقاش كي كان شحال هذه لابا بحالك تشوف هذه الجلابة مثلا فيها تخوة بياس حالها كوية الرباقية لليتيقولوا السروة القندريسة، الطربوش ديالها بلغة زيوانية وهذا كوية لباس تقليلي تتعدد أصناف الألبسات التقليدية وتتنوع لتلبية مختلف أدواق المواطنين حيث أن نوع التوب وجودته وكذلك طريقة الخياطة وحرفية العمل تضل المحددات الرئيسية للأجميع هذا الشهر الفضائر خلاص ما نهدره شيء عليه راه درالي صغار، كبار، شيئا بكل شيء يجيوا لهذا لباس تقليدي يحمقوا عليه وكيدبسوا فاتشهير وإذا كان شهر رمضان يعرف حركية كبرى على مستوى اقتناء الأزياء التقليدية فهو يشكل بلسويتر الصناعي التقليدين فرصا ثانحة لتحسين مدخولهم الماد